اشتركوا في القناة حدثنا عن أبرز ما تتطرق له اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي لو سمحت حبيت في البداية شكركم على هذه الاستضافة شكرا جزيلا طبعا اليوم اجتماعنا في لجنة فلسطين البرلمان العربي ومن مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة نأكد دائما بان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله وراعه يعلم دائما وعلى الدوام موقفنا الثابت والراسق تجاه هذه القضية وهي قضية الامة الاسلامية والعربية قضية فلسطين ونجدد دائما حقوق الشعب الفلسطين المشروعة وفي مقدمته حقه في اقامة دولتها المستقلة بلا شك اليوم تأتي هذه الجهود الكبيرة التي تكون فيها مملكة البحرين اعتقد اليوم ضمن اولويات السياسة الخارجية للمملكة كانت من خلال السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية ممثلة في الدبلوماسية البرلمانية نأكد بان الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين وانا اعتقد اليوم الشهود الاقليمية والدولية من اجل وقف تصعيد وانهال عمليات العسكرية وتوفير الحماية اللازمة للابرياء من المدنيين وعلى اقل تقدير توصيل وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى اهالي قطاع غزة في منازلهم وارضهم دون تهجير مع تأكيدنا الاخير بعد كذلك بان اليوم البرلمان العربي اليه دور كبير في طرح هذه القضية على المستوى الاعلامي من خلال لقاءاتنا وخطاباتنا وبياناتنا اللي يقوم فيها من اجل قضية الامة وهي قضية فلسطين نعم من القاهرة سعادة النائب ممدوح الصالح عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك